السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ابناء منسا وخوتينا اللي في الغربة سلطان ابراهيموفيتش يعود بتصريح قوي قبل يومين في موقع تصريحات قوية جدا جدا وسواريخ عبر القرات وقصف عبر القرات للمدرب السابق لنادي برشلونا والمدرب الحالي لمنشستر سيتي بيبو جوارديولا كلام قوي 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 جدا وراح نخلو لكم الرابط تطلعو تشوفوا الموضوع بالانجليزية فيه كلام اه غير مرغوب فيه كلام اه فيه شتم فيه اه سب فيه كلام الفاظ غير اه يعني مستحبة كلام خطير زلطان ابراهيموفيتش نسمعو اول حاجة قالها زلطان ماذا ماذا قال عن غورديولا غورديولا ليس رجلا بي من الاول بداية الاستفتاح الاستفتاح قال كم غورديولا ليس رجلا غورديولا ليس رجلا لولا قالم كمدرب ولا كان رائعا كمدرب كان رائعا كشخص ليس لديه اي تعليق على ذلك هذا شيء اخر انه ليس رجلا ليس هناك ما اقوله زلطان لم تكن هناك اي مواجهة ابدا لقد تأكد من ذلك عندما اه لعبوا ضد فريقي عدت الى غرفة الملابس بعد المباراة وكان في غرفة ينتظرني للمغادرة وكان في غرفة ينتظرني للمغادرة عند الباب عند الباب كان احد مساعديه قال له ذهب ابرا ذهب ابرا يمكنك الان الخروج ذهب ابرا يمكنك الخروج الان لم افهم ابدا السبب دائما ما يلعب دور الرجل القوي على التلفاز واذي قلت عنده تصريح سابق قال هاثاني زلطان عنده واحد العام اه في فيديو سابق حاضرنا على محرز قال ايضا اه كان دائما يلعب دور الرجل القوي على التلفاز ولكن عندما يكون هناك لقاء حقيقي اه وجها لوجه فانه يختبئ كمدرب فهو ظاهر فانه يختبئ انا يقول كمدرب فهو ظاهرة يعترف بالامكانيات انتعوا ولكن كان رجل نقاط 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 على ما تستفهم كان رجل كلام قوي 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 من 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 زلطان ابراهيموفيتش زلطان كورديولا كان يحدق بي يعني يخصر فيه وفقدت الامر يعني اه شورت سلمت منه فكرت هناك اه عدوي يعني اذا كورديولا او عدو انتاعي يحك رأسه الاصلع صرخت ليس لدي اي كلام هناك كلام محذوف هنا فيه شتم بالانجليزية درناب العربية مخبية يعني عليك اقول احسن انت ترجمها بالعربية خير من تقراوها بالانجليزية ليه فهم انجليزية كان كلام فيه شتم وكلام قبيح كما نقوله باللغة العربية الفصحى واسوأ من ذلك اضفت يمكنك ان تذهب الى الجحيم لقد فقدتها تماما وربما كنت تتوقع ان يقول كورديولا بضع كلمات كنت انتوقع انه لكش ما يردع يرجع لي هادرها ولا سبوهم والاخر يسن في اسكو يرجع له هادرها ولا لا ردا على ذلك لكنه جابان ضعيف الوزن يعني ضعيف الوزن يعني ضعيف الوزن عندوش قيمة لسن خواف قالنا خواف اقوارديولا هادا لو يحقر في محر هازو لسن جابان قل لك سبيته وحطيت له لسنة فيه قل لك ردد الفعل انتاع ويراب طونديلي يرجع لي يسبني يراب طونديلي كش ما ردد الفعل سكت لماذا لانه جابان هذا زلطان ايبرانوفيتش ويش يقول فيه اقوارديولا نرجع لقاضية تع محرز قاضية اونز مونديال اللي تكلمت انا صراحة عندي مبدأ مادام ما حطنا ما اسمعناش ولا ماركا ولا الاس يتكلموا يعني بصفة نهائية محرز راح يكون في ريال مادريد اونز مونديال تقول باللي سعر محرز اقل من سعر صلاح وبالتالي اا ريال مادريد تستغنى عن صلاح بسبب السعر انتاع المرتفع وتتجه الى ريال محرز هذا الخبر ننقل القلاتو اونز مونديال من قلتو انا صحيح خطأ اونز مونديال تحمل مسؤولية الشي الاخر اونز مونديال تقول باللي كين صحفي تاع برنامج المعروف في اسبانيا برنامج الشرينغويتو للصحفي لويس سانشيز للصحفي الاسباني اللي يقول باللي رودريغو اللاعب الذي اصيبه راح يرقن الراحة لمدة مدة معتبرة مدة شهرين او ثلاثة اشهر يعني يحسوا يعوضوه بلاعب اخر ربما يكون ريال محرز اسباح هذا الصحفي اللي نقلت من عنده جريدة اونز مونديال هي جابت الخبر من هذا الصحفي صحيح او غير صحيح الله اعلم انا لا ادخل في الامور هذه ربما ينتقل درياء مدريد وربما يبقى في مانشستر سيتي اذا ما نقدروش نقوله 100% محرز انتقل الله اعلم علمها عند الله لكن حاجة مؤكدة لو تسأل كل جزائريين نقولك ماذا بنا محرز يغادر المانشستر سيتي الفريق هذا اللي فيه تكتلات فريق اللي فيه مدرب جابان ومدرب خواف اللي قال عليه زلاطان ليس رجلا هذا زلاطان خرج بصريع عبارة قلهم يودي غوردي ولا هذا جابان خواف خواف يخاف من الكرون يخاف من التكتلات دي براين ستيرلينج يخاف منهم يخاف منهم يخاف منهم يخاف منهم يحابي فيهم يحابي فيهم واللي عنده احسن لاعب في الدوري الانجليزي 2016 احتياط يسجل هاتريك احتياط يسجل اهداف احتياط يعمل المستحيل احتياط يبقى في الاحتياط بصح اللي العصابة الكبيرة اللي فارضة روح على اه غوردي ولا ما يقدرش يتكلم يسكت لا يستطيعوا الكلام قالها زلاطان قالها زلاطان قلهم هذا رو مدرب فاشل مدرب جبان ما يقدرش يتحمي ينفعل ولا يبين قلهم بين روحوا الا في الكاميرات في الكاميرات يبين القوة تعوز ولا بلي مدرب كبير وبلي عنده شخصية وقاوي وكذا بكا نوالو بكا نوالو طاح في محرز عاقل نحضر الصراحة محرز اللاعب انتعنا عاقل ترونكيل اه نايف شوية كخايا يحشم بزاف الخبزة وجيت لعندي هذا هو غوردي ولا بشعارة تعوى خبزة وجيت لعندي محرز عاقل اندير فيه برأيي اندير فيه برأيي ما اندير اه مضحي بيهو ما انضحيش بالمجموعة هذا هو غوردي ولا تلعب بالطير ماركي ليبي تدير اللي اسيست ما يهمنيش انا يا نعرف الكلون هو ليهدر التكتل هو ليهدر التكتل وتكتل تعقى سيتي هو ليفارض روحو طور دولا عنده شخصية زلطان خرجها ليس رجلا وانه جبان ليس رجل وانه جبان هذي تكفيه كلام قاسح بس صحي يكفي رح نخللكم الربط تعزلطان ابراهوموفيتش ليحب يقرأ يقرأ كلام اللي خاطير قوي اللي قاله زلطان ابراهوموفيتش في حق اه بيب غورديولا اللي يحقر في رياض محرز فالاخير متقانم مع مزل من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته